انطلقت فعليات مؤتمر جهاز حماية المنافسة بحضور عدد من ممثل كبرى الشركات العاملة في السوق المصرية ويتضمن المؤتمر مناقشة محوري الامتثال التنافسي والحياد بالإضافة للخطوات التي اتخذتها الدولة لدعم المنافسة التوافق مع قانون حماية المنافسة وسياسة الحياد التنافسي عنوان حمله مؤتمر جهاز حماية المنافسة الذي يقام في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة الشاملة لدعم سياسات المنافسة بما يغدم الاقتصاد المصرية ويعزز مناخ العمل للشركات العاملة في السوق وذلك بحضور عدد من مؤسل كبرى الشركات العاملة في السوق المصري معتقد أننا الدولة المصرية ورؤية مصر 2030 لها خط واضح وهدفها الثالث وهو اقتصاد قوي وتنفسي وبالتالي اقتصاد قوي تنفسي سيحدث بأليتين تنفيذ وإنفاذ تام لقانون حماية المنافسة بكل جوانب وأيضا استراتيجية الحياة التنافسي التي تم إقرارها من الدولة مؤخرا وده دور النهاردة التي نحاول نعمله بالنوع الشركات بكيفية التوافق مع حكام حماية المنافسة فيما تضمن المؤتمر مناقشة محوري الامتثال التنافسي والحياد كذلك الخطوات التي اتخذتها الدولة لدعم المنافسة من بينها إنشاء اللجنة العليا لدعم سياسة المنافسة والحياد التنافسي برئاسة دولة رئيس الوزراء والعمل على تعزيز ثقافة المنافسة بزيادة الوعي بأهمية التوافق مع قانون حماية المنافسة للشركات العاملة في السوق وذلك لضمان عمل الأسواق بشكل سليم المؤتمر هو مبادرة من الجهاز لتعزيز الحوار ما بين شركات قطاع الأعمال وقطاع الخاص وجهاز حماية المنافسة المؤتمر بيتكلم على الايه؟ بيتكلم على التوافق كيفية التوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة إزاي أن أنا أقدر أتوافق مع أحكام قانون حماية المنافسة جهاز حماية المنافسة مش الهدف إن إحنا نطلع مخالفات ضد الشركات لأه الهدف إن إحنا نعزز التوافق وبالتالي ما بيقاش فيه أصلا مخالفات النهاردة الفعالية هي فعالية مهمة وتأتي بالتعاون مع الجانب الألماني الجهاز المنافسة الألماني هو من الأجهزة الرائدة في مجال المنافسة العديد من السنوات وبدأنا نحن بالتعاون معهم في العديد من البرامج ومن البرامج هو إصدار دليل التوافق مع أحكام القانون وعدد من الأجزاء بدأنا نشوف التجارب الدولية في الحادة التنافسي وعليه الدولة المصرية وفقاً لإستراتيجيات الدولة المصرية ورؤية مصر 2030 استراتيجيات تتبعها الدولة لدعم سياسة المنافسة والحياد وضمان مناخ تنافسي بالنشاط الاقتصادي منها اعتماد استراتيجية جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية 2021-2025 بما يعكس اهتمام الحكومة بالتنافس وهو ما يتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة سالي سالم التلفزيون المصري